اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مدينة أنطاليا التركية مع معالي السيد مولود تشاووش أوغلو وزير خارجية الجمهورية التركية وذلك بمناسبة مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثاني وقد رحب وزير خارجية الجمهورية التركية بمشاركة وزير الخارجية في المنتدى معربا عن سعادته بما تشهده علاقات الصداقة بين البلدين من تطور ونمو في مختلف المجالات منوها بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها لمملكة البحرين مؤخرا متمنيا معالي للمملكة دوام التطور والازدهار ومن جانبه أعرب سعادة وزير الخارجية عن شكره لوزير خارجية الجمهورية التركية على دعوته للمشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي منوها بما يشهده التعاون المشترك بين البلدين من تطور خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين متمنيا للجمهورية التركية المزيد من النماء والازدهار وتم خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة التي تربط البلدين الصديقين ومسار التعاون الثنائي وسبل الارتقاء به إلى مستويات أشمل في كافة المجالات بالإضافة إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية على الساحة الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك